محمد بتشوفوا ازاي فكرة ارتفاع الاسعار واثارها او انتوا اكيد في المركز عندكم في المرصد بترصدوا كل هذه الامور ارتفاع هذه الاسعار وتواكبها مع ارتفاع بنلاحظه في سعر الدولار في سوق الموازن خلينا نكون صرحاء مع المواطن المصري ولازم نكرر ان تأثيرات الازمة الاقتصادية في زيارة نسبة التدخم على كل قطاعات احنا متفقين تاني يا جماعة التدخم هنا بيعني زيادة سعر السلعة بشكل هيكولت يومي ايوه يومي يومي احنا بلاحظينه يعني اوكي فلازم نكرر ان هو فيه ازمة بالفعل وإكرار بالازمة كمان جي من القيادة السياسية وجي من كمان من رئيس مجلس الوزراء فلازم نكرر ان هو كل قطاعات الشعب المصري او الملف الاقتصاد وارتفاع الاسعار وزيارة نسبة التدخم هو حديث كل الشارع المصري دلوقتي يعني الناس منتظرة ان هي تستعيد الثقة مرة اخرى في وجود حلول طبعا الحكومة شغالة على حلول بس المواطن محتاجة استعادة الثقة في ده انا وافق ان هو فيه مخارج الدولة الشغالة عليها دلوقتي ليه الخروج من هذه الازمة وتخفيف تدعيتها بس الناس محتاجة ان هي تسمع ده بشكل واضح بشكل صريح يعني فيه بقى فيه نوع اكبر من الشفافية مع الرأي العام في الازمة دي احنا بنتكلم مثلا المواطن بيتكلم فيه اختفاء السكر او ارتفاع اسعار السكر الناس بتتكلم عن ارتفاع الاعلاف هناك ارتفاع في جميع اسعار السلع الموجودة يمكن الحكومة بدأت تتحرك مؤخرا يعني يعني التحرك ده المفترك كان يبقى من شهور سابقة يعني للتعامل مع الازمة الموجودة لكن فيه تحركات تانية الناس شايفها ممكن بنشوف في اخر 72 ساعة في حملات بتقوم بيها وزارة الداخلية او غيروا على اباطرة السوق السوداء للدولار او المتاجرين بقوة الشعب المواد التامونية وزيوت والسكر ده شيء يعني طبعا دي خطوات الناس يعني بتعطي ثقة للشرف الدولة عندها الادوات والقوة ان هي تضبط ده بس جنب ده انت محتاج ان انا محتاج بقى اشوف الدولة تدخلات الحكومة نفسها للتعامل مع ارتفاع الاسعار فين المنافذ البديلة فين منافذ وزارة الزراع قوات المسلحة وزارة داخلية غير وغير 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 الناس محتاجة تشوف ان انت بتضخ كميات على اقل تقدر ان انت تخفف بيها على الفئات الاكثر احتياجا على الشيء نقطة مهمة جدا قد تغيب عن البعض يعني هو تأثير احنا عندنا حاجة اسمها التحالف الوطن اللي عامل اهل والتمون يعني التحالف ده في سياق ازمة غازة دي بكلم بنتكلم على 15 طن من المواد الغزائية راحت فين او الاحتياجات راحت لقطاع غاز دور التحالف ده قبل لو في ازمة غازة كان دوره في المجتمع المصري تحت يعني اللي قصده هنا في ايه اللي كان فيه دور مجتمع بتقوم فيه الجامعات الاهلية ورجاء الاعمال وغيره ده خفف شوية فالدولة فالحكومة محتاجة ان هي تتحرك بشكل اسرع يشعر بالمواطن في الشارع تمام اشتركوا في القناة